ركلت الجزاء لكن بعد كده الأمور تغيرت نادي الزمالك حاول طبعا واستغل أخطاء النادي الآلي خلال طبعا المباراة وقدر النادي الزمالك أنه هو يتعادل وميشت المباراة لحد طبعا ما انتهت المباراة الوقت الأصلي بالتعادل واحد واحد وبعدها رح النادي الآلي أو النادي الزمالك لضربات الترجيح وكسب نادي الزمالك طبعا السوبر الأفريقي في مفاجأة غير متوقع البعض كان بيقول إن النادي الأهلي رايح يكسب المباراة بفرق كبير جدا وإحنا كلنا كنا متوقعين جمهور الزمالك والزمالك نفسه كان متوقع إن الأهلي هو اللي هيكسب أنا عايز أقول لحضرتك على إن كل الزمالكوية أو طبعا أغلبية المحللين الزمالكوية كانوا بتكلموا على إن خلاص هو النادي الأهلي رايح يكسب فرق كبير جدا النادي الأهلي أقوى وفعلا النادي الأهلي عنده تيم كبير جدا والنادي الأهلي عنده لعبة مميزة جدا لكن زي ما بيقول حضرتك إن المدير الفني دايما بيستغل أخطاء المنافس فالمدير الفني النادي الزمالك استغل أخطاء نادي الأهلي طوال طبعا 20 دقيقة ما بعد طبعا التعادل أو من بعد هدف التعادل اللي أحرزه طبعا نصر منسي وقدر إن النادي الزمالك إن هو يطلع بالمباراة للتعادل وده اللي كان عايزه يعني هو إذا مالك فضل من بعد ما الأهلي أحرز الهدف الأول نادي إذا مالك عايز يحرز هدف التعادل بأي طريقة ونجح فيه وإدري أنه يتعادل وراحت المباراة لضربات الترجيح ضربات الترجيح دي طبعا ضربات حز ويعني برضو مش عايز أجني على يحيى عطيته الله ووسام أبو علي عشان طبعا كان فيه هجوم كبير جدا على يحيى عطيته الله ووسام أبو علي بعد ما ضيعه طبعا رجلتين الجزاء لكن يحيى عطيته الله لعيب كبير لعيب طبعا من السفقات المميزة اللي اتضمت للنادي الأهلي وأنا من وجهة نظري شايف أنه هو هيعمل موسم قوي مع النادي الأهلي ويكون نجم وسام أبو علي طبعا يعني لو نتكلم عليه هو وسام أبو علي جيه النادي الأهلي في أقل من ست الشهور هدف الدوري فقدم مباراة كبيرة جدا وفرح طبعا جمهور النادي الأهلي كتير فمش عايزين نجنع عليهم لأن وارد جدا فيه ضربات الترجيح أنه ممكن أي حد يضيع كل نجوم العالم أنا بنسميها دي ضربات الحظ بس كل نجوم العالم بتضيع فخلاص مباراةه خلصت مباراةه انتهت أفل النادي الأهلي صفحة السوبر الأفريقي كان النادي الأهلي يتمنى أنه هو يتوج بيء السوبر الأفريقي ويفرح جماهيره لكن طبعا أنا واثق في جمهور النادي الأهلي أنه هو هيفضل ورا النادي الأهلي وهيدعم النادي الأهلي لأن النادي الأهلي عنده فترة صعبة جدا في الفترة اللي جاي النادي الأهلي قدروا أنه هو بيشارك في العديد من البطولات فهنركز في اللي جاي او النادي الاهلي هيركز في اللي جاي لكن خلص صفحة السوبر الافريقي انتهت وفاز نادي الزمالك بالسوبر الافريقي طب حضرتك شايف تقييمك او ايه تقييمك للمدربين لا مدربين يعني سواء الزمالك او الاهلي مدربين طبعا الاتنين مدربين كبار لكن مارسيل كولر مدير الفني للنادي الاهلي مدير فني على اعلى مستوى انا شايفها صفقة مهمة جدا والصفقة الاهم في النادي الاهلي خلال الفترة الماضية مرسيل كولر جيل نادي الأهلي عمل بصراحة شغل فني مميز عمل أداء مع لعيبة النادي الأهلي بنشوف أكيد أداء مميز للاعيبة النادي الأهلي حقق العديد من البطولات